وفي ذكرى الوحدة اليمنية المباركة لا ينسى اليمنيون الآثار السلبية التي خلفتها نكبة الحادي عشر من فبراير في النيل من النسيق الاجتماعي وواصل القربة بين أبناء المجتمع اليمني الواحد الحادي عشر من فبراير 2011 النكبة الأكبر التي تعرض لها اليمن في تاريخه المعاصر والكمين الذي تم التخطيط له ضمن أجندات ما اسموها الربيع العربي الذي انساق ورأيه مجموعة من الشباب الطامحين للحصول على ما يلبي احتياجاتهم وما طالبهم المشروعة المتمثلة بإصلاحات اقتصادية ومعيشية ووظيفية وغيرها حتى جاء الأخوان أو ما يسمى اللقاء المشترك وسيطروا على ما كان ينشده الشباب من تغيير وتطوير للبلاد وانحرفوا بمسار هذا التوجه من المطالب الطموحة والمشروعة إلى تدمير الوطن ونسيجه الاجتماعي 11 فبراير خطط له في غرف مظلمة من قبل اعداء الوطن الذي كان وما زال لهم الأثر السلبي لتفكيك النسيج الاجتماعي وتمزيق الجبهة الداخلية وخلق صراعاته وجر البلاد إلى مربع العنف إلا أن رعاية الله وحكمة القيادة السياسية بالحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره وتقديمها فقى كل المصالح والاعتبارات تغلبت على المخطط الذي جاء لتجزئة اليمن وتفتيته وتمزيق نسيجه الاجتماعية فكان على رأس المبادرين للم الشرخ وتجاوز المحن الشهد الزعيم علي عبدالله صالح الذي قدم عدة مبادرات وسلم السلطة سلميا حقنا لدماء اليمنيين في هذا الصراع وتفويت الفرصة على المراهنين لتنفيذ مخطط التدمير الممنهج للوطن اليوم يدفع الشعب اليمني ثمنا باهظا جراء تلك الحماقات غير المحسوبة العواقب والمدمرة الوطن ارتفعت فيه النسب الفقر والبطالة وانتشار الأوبئة القاتلة وسوء التغذية والمجاعة والنزوح والقتل والمقابر بسبب الأحداث والحروب وسيطرة الميليشيات الحوثية الدموية التي مزقت الوطن وزادت من وضعه المأساوي الذي انتجته دهاليز 11 فبراير المظلمة التي لم تكن سوى مؤامرة اتضحت معالمها بوضوح النتائج التي آلت اليها أوضاع اليمن واستكمال حلقة التآمر التي قضت على الدولة ومشروعها الحضاري قوى الحادي عشر من فبراير غامروا ببلد وضحوا بمصالح شعب فلا استقرار ولا أمان ولا سلام بسبب جماعة الحوثي الظلامية التي كانت أحد أركان ساحة الجامعة في العام 2011 وكانت الجماعة تتفقان على أنهما يواجهان عدوا مشتركا اتضح فيما بعد أنه اليمن وكل أبناء اليمن الحالمين بدولة تعيد للإنسان اليمني كرامته وتمكنه من العيش الكريم اليمن الوطن الكبير الذي توحد في 1990 كان آمنا ومستقرا حتى الحادي عشر من فبراير فبات اليوم ممزقا ومنتهكا بالميليشيات وأصبح بلدا يعمه الخوف والقلق والفوضى والثرى بالسكينة العامة